احنا كمان طرحنا استفسارات واسئلة عن التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية وهل المرحلة اللي احنا فيها بتشكل نسبة اكبر في محاربة الفيروس وما هي اعتبارات تقييم المخاطر التي يجب ان تأخذ بها الدول وكمان سألنا الدكتور عن تقييم المنظمة لمستوى تفشي الوباء احنا في انهي مرحلة سألنا تحديدا عن المنطقة العربية بشكل عام وسألنا في مصر بشكل خاص احنا في انهي مرحلة من محاربة الفيروس وكمان ما الدلائل التي استندت عليها المنظمة في توقعها لموجة ثانية وثالثة من الوباء خلونا نستمع للرادة الدكتور المنظري على تلك الاسئلة طبعا التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية التي تكررها السلطات المحلية ينطوي على اهمية بالغة ويسهم اسهاما كبيرا في نجاح جهود محاربة الفيروس فهذه الاجراءات الاحترازية تستهدف في الاساس حماية المواطنين ووقف انتقال العدوى ويتم اتخاذها وإقرارها على اساس تقييم علمي ودقيق للمخاطر القائمة والفوائد المتوقعة من الاجراءات الاحترازية ومهما بلغت جودة حزمة الاجراءات المتخذة ومناسبتها للظروف السائدة في المجتمع فلن يكتب لها النجاح إلا إذا التزم الناس بتطبيقها وحرصوا على تنفيذها حماية لأنفسهم وللآخرين وللمجتمع ككل طبعا كما نعلم جميعا فإن الدول تتفاوت من حيث درجة انتشار كوفيد-19 كما أنها تتفاوت في أوضاع وسياقات مختلفة ومؤثرة مثل العادات السائدة فيها وسلوكيات السكان والمؤشرات الصحية ومستوى المناعة وقوة النظام الصحي وغيره من المؤشرات وبالتالي فإن الفيروس يأخذ مسارات مختلفة في كل بلد عن الآخر ومن أجل التنبؤ بالمسار الذي سيتخذه الفيروس يتم إقراءة تقييم للمخاطر يعتمد على المعطيات القائمة في كل بلد ومن خلال نتائج هذا التقييم يتم تحديد حزمة من الإقراءات التي ينبغي تطبيقها أو تعديلها حسب هذه النتائج طبعا منحنى الوبائي لحالات كوفيد-19 يرتفع في معظم بلدان الإقليم الشرق المتوسط بما فيها الدول العربية ومصر وهناك وتيرة متسارعة ملحوظة لزيادة حالات الإصابة في أغلب هذه البلدان وتعود هذه الزيادة الكبيرة في الحالات المؤكدة إلى تحسن نظم الترصد وتضاعف جهود اكتشاف الحالات في المجتمع فضلا عن التوسع في إقراءة الاختبارات والفحوص المختبرية مما يوسع دائرة اكتشاف المصابين ولكن في الجانب الآخر هذه القفزات في أعداد الحالات على النحو الذي نرى مؤخرا في عدد من بلدان الأقليم قد تعكس تعقيلا في تخفيف الإقراءات الاحترازية وتراخيا في تنفيذها لذلك لنوه بأهمية التأني في تخفيف القيود وأن تتم بعد تقييم دقيق للمخاطر التي قد تترتب على تخفيف تلك القيود مع توافر الظروف والاشتراطات التي يمكن معها اتخاذ هذه الإقراءات أو هذه الخطوات دون أن تترتب عليها آثار سلبية لا قدر الله طبعا المقصود بالموجة الثانية أو الثالثة من الجائحة هي عودة الإصابات بكب 19 في موجة قد تكون أشد قوة مما نراه الآن ولكن يجب ملاحظة أن العالم لا يزال يواجه الموجة الأولى من الجائحة والتي لم تنحسر بعد صحيح أن أعداد الإصابات تقلصت في بعض البلدان لكن الغالبية من البلدان والمناطق لا تزال تشهد صعودا في المنحنة الوبائي ويعزى الحديث عن موجة ثانية من الإصابات إلى محاولات التعرف على السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن يأخذها الفيروس في المرحلة المقبلة وأحد هذه السيناريوهات هو الموجات الوبائية الارتدادية ويزداد احتمال وقوعها كلما تعقلت دول العالم في تخفيف الإقراءات الاحترازية دون استعدادات كافية وقد تبنا هذه السيناريوهات بناء على خبراتنا من الجائحات السابقة وكذا ما هو متاح من معلومات لدينا حتى الآن عن مرض كوفيد-19 وعلينا الحذر فالعالم لا يزال يصارع من أجل الاحتواء الموجة الحالية من الجائحة ولم يتحدد بعد متى تنحسر هذه الموجة وبالتالي فإن ارتداد موجة أخرى أشد ضراوة سيضع ضغوطا هائلة على كاهل النظم الصحية في معظم بلدان العالم إضافة إلى الأعباء والضغوط الاقتصادية وتأثر مختلف مناحي التجارة وارتفاع أعداد المصابين وحالات الوفاة